شهد السوق العقاري الكويتي ارتفاعا من حيث عدد الصفقات والقيمة الإجمالية خلال شهر مارس 2024 حيث شهدت قطاعات العقار المختلفة ومنها السكني والاستثماري والتجاري نشاطا في التداولات مقارنة مع فبراير الماضي شهد السوق العقاري في دولة الكويت ارتفاعا ملحوظا خلال تدولات شهر مارس 2024 وذلك على مستوى عدد الصفقات والقيمة الإجمالية عن شهر فبراير الماضي إذا نتكلم على شهر ثلاثة شهر مارس تحديدا سنة 2024 سنلقى في تزايد في عدد الصفقات وتزايد بالقيمة الكلية بالمجمل خلال جمعنا للأسابيع عدد الصفقات والقيمة الكلية كان 260 مليون جمالي عدد السيولة اللي دشت في شهر ثلاثة عقارين بالمقابل كان عدد الصفقات 326 صفقة إذا نقارنها بشهر فبراير اللي هو شهر ثلاثة رح نلقى في تزايد في عدد الصفقات وتزايد بالقيمة التداولية شهر ثلاثة 275 مليون قيمة التداولية بالمقابل 315 قيمة عدد الصفقات فعندك أنت زيادة بإجمالي الغيمة التداولية 32% وزيادة بعدد الصفقات ما يقارب 3% إذا نروح أبعد مقارنة شهر ثلاثة بسنة 2023 مع سنة 2024 رح نشوف أن التداول كان بشهر ثلاثة سنة 2023 307 ملايين بالمقابل كانت عدد الصفقات 352 يعني عندنا انخفاض بعدد الصفقات والقيمة التداولية القيمة التداولية كانت لانخفاض من شهر ثلاثة 2023 إلى 2024 26% وانخفاض بعدد الصفقات 7% وعلى الرغم من تحسن وارتفاع أداء القطاع العقاري خلال تداولات شهر مارس 2024 على مستوى العقارات المختلفة إلا أن العقار السكني كان الأكثر نشاطاً الوضع العقاري والاتجاهات العقارية خلال الستة الشهر القادمة هي مرتبطة بعامل اقتصادي مهم هو أسعار سعر الفائدة اللي صار فيه ارتفاعات تقريباً من 2022 إلى فترات غريبة ارتفاعات متتالية هي مربوطة بوضع سعر الفائدة وأسعار الفائدة بالبنج الفيدرالي يؤثر على أسعار العقار في الكويت بشكل مباشر في المرحلة القادمة ارتفاع السوق العقاري خلال تداولات شهر مارس الماضي ساهم وعزز من تحسن أداء السوق العقاري الكويتي خلال الربع الأول من العام الحالي 2024 نواف الشراكي تجزين دولة الكويت موسيقى